الزمالك حلو والزمالك حالته حلوة وانا بقولك الزمالك حالته حلوة وانا ببدأ مع حضرتك عشان مش ده الكلام اللي كنا بنقوله أول الموسم أو حتى في الموسم دلوقتي الزمالك مباراة عن مباراة بيبقى هايل حتى مباراة لإسماعيلي ممكن ما تدروش امتياز في الأداء بس فرقة واقفة على رجلها فرقة حتى لو مش في أفضل أحوالها هتقدر تكسب وده اللي وصل بيه في ريلا للزمالك في الفترة الحالية زمالكاوي أو كناس مهتمين بالكورة داخل نادي الزمالك باستثناء يعني الناس في الموضوع جدا زي أمير مرتضى وزي مستشار مرتضى والناس لعيدة الكورة اللي كانت موجودة يعني عارفين مدى قيمة جوزفالد وفريرا الحقيقة يعني فكان فيه إصرار كبير جدا من البداية على وجوده في التوقيت دوت توقيت كان صعب جدا 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 فيه طبعا مشاكل كتيرة وكان لجان وبعدين جي مجلس منتخب وبعدين فيه إيقاف في يناير حصل طبعا فكانت مشاكل كبيرة جدا وكان الإصرار موجود أنه يكون موجود لأنه إحنا طبعا اشتغلت أنا اشتغلت معاه سنة 2014 و15 طبعا وكلنا كنا موجودين عارفين مدى مصدقية هذا الرجل ومدى تفانيه في شغله ومدى عبقريته ومدى شخصيته القوية جدا المحبوبة في نفس الوقت فكان خدت رحلة ثلاث شهور أو أربعة شهور مع أمير أنه هو يقنع فريرا أنه هو يكون موجود وطبعا كان السبب الرئيسي أنه إحنا جايب لنه يعمل مشروع وكان مجلس الإدارة طبعا وستاذ مرتضى ما طلبوش منه نتائج ودي اللي شالت الضغوط الضغوط عليه فاشتغل بحرية حتى لما يا كريم لما خسرنا مبارتين واربع صحيح اعتقدوا طلاقة على الجيش ما كانش فيه مشاكل وفاكروا وقتها بدأت إيه يعني إيه شوية كلام كده بيتقال من تحت لتحت مدرب كبر في السنة أصلي كبر ليه زمال لا دي ما عثرتش لإن إحنا كنا جايبينه وليه السنين اللي جاية وينظم الموضوع بداية شغله طبعا الطاقم اللي كان موجود معاه كان طاقم جديد عليه معه ثلاثة برتواليين جديدة عليه ماشتغلوش معاه قبل كده وطبعا موجودة كابتن أسامة وكابتن أحمد عبد المقصود وكابتن أيمن طارق طاقم زمالكا ومصري موجود معاه إنما هو نزل اشتغل بأيديه دلفترة من دي وان اشتغل بأيديه عشان يعلم المجموعة كلها طبيعة شغله إيه وإن هو بيشتغل إزاي ودي كانت بداية الشرارة الموجودة إن هو كل يوم كان بيكتسب أرضية جديدة داخل النادي ومع اللعيب فيه لعيبة ما تعاملتش معاه وفيه لعيبة تعاملت معاه طبعا زي طارق حامد وابو جبل وشكبالة فكان لما تنقل لما ينقلوا كابتن دول للعيبة غير لما يشوفوا بعنيهم فابتدى وعنده إيمان كبير جدا طبعا بمجموعة الناشئين لأنه هو أول لما جيه عمل فرقة الأمل ويرجع الفضل فيها طبعا لأسامة نبيه إن هو جاب مجموعة اللعيبة اللي موجودة الصهارين دول ويبقى يدربهم بطاق ما هو هو الأجنبي قبل التمرين بساعة لأول بس عشان كصة فرقة الأمل دي عدت علينا كتير بس مش فاهمين كوالسها وتفاصيلها يعني يه فريق الأمل فريق الأمل دي مجموعة عندنا العيبة من 2001 و2002 2003 و2002 فيه مجموعة كانت معمولة وكابتن قسامة أول لما جيه قبل ما يمسك فريرة كان عامل مجموعتين بيدرب مجموعة اللي هي ممكن إن إحنا نحتاجهم مقيدين في القطاع تحت وموليد 99 و2002 ويقدر يستفيد بهم طبعا لما هو جيه هو ما بيشتغلش ألا بعدد معين من اللعيبة كأي واحد أجنبي محترم قدير ما بيشتغلش بربعين لا ومعرفش يشتغل معهم عايز عدد معين عايز عدد معين فقسم المجموعة الفرقة المخيادة معها فريستيم مع المجموعة الثانية اللي هي الموليد يقدر يشتغل معهم المجموعة الأجانب اللي معاه وكابتن قسامة نبي وبقى يجوا قبل التمرين بساعة ونص يتمرنوا مع الولاد الصهارين وبعدين هو بالنفسه بقى يجي ويبصوا ويتابع وكتب تقرير فابتدى ينقي سيد نمار ابتدى ينقي سيف جعفر ابتدى ينقي يوسف حسام يعني ايه حسام عبد المجيد طبعا نديم محمد نديم فابتدى ينقي مجموعة عشان تسد الفراغ اللي موجوده وحصل ان بوزيشينات اكتر من مرة حصل مسلوسي تصاب حازم تصاب فابتدى يختارع بقى طريقة لعب تتناسب مع المجموعة اللي موجودة اللي موجودة يضرب عليه صح فهو ده الحقيقة